توقعاتنا اليوم عن لبنان الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا تحت المراقبة الدولية الدولة والجيش اللبناني لن ينشق عن التعاون مع المقاومة رغم المحاولات الدولية لفصل الدولة والحكومة والجيش عن المقاومة محاولات أقليمية لإشعال الداخل اللبناني ضد حزب الله التيار الأزرق في مأزق في البقاع إن كان من الناحية الانتخابية أو السياسية معالجة ملف المطلوبين بالمخيمات الفلسطينية بالتهريب والتسليم وتنسيق مع اللجنة الفلسطينية والحل سلمي فضائح بالجملة بعشرات الملفات بالوزارات والمؤسسات وهروب صخصيات إلى الخارج معارضة تطال الرئيس مباشرة الرئيس الجنرال عون الله يطور عمره كارثة بيئية في الشمال وعودة ملف النفايات إلى الواجهة الحليف الخصم عنوان العلاقة بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية وتصعدات في المواقف السياسية والخطابية ضد حزب الله